مؤتمر كوبتون تي سافن لتغير المناخ والذي تستضيفه وترأسه مصر تحديدا هنا في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ والذي يحظى بمشاركة دولية واسعة والذي يحظى أيضا بزخم معالمي وأيضا يعمل على استضافة عدد كبير للغاية من الخبراء والمتخصصين من أجل الحفاظ على البيئة والحد من الأثار السلبية للتغير المناخ لكي تكون مصر ممثلة للدول الأفريقية بشكل خاص وذلك لكي تتجنب كل الأثار السلبية الخاصة بالتغير المناخ ولكي تلتزم الدول الصناعية الكبرى بكل تعهداتها في المؤتمرات السابقة تجاه الدول الأفريقية وأيضا تجاه الدول النامية المختلفة معنا على شاشة التلفزيون المصري السيد إبراهيم شيك ديانج مساعد سكرتير للأمم المتحدة أولا أود أن أرحب بكم هنا في شرم الشيخ في كوب 27 في مصر شكرا جزيلا نرحب بك في حضور هذا المؤتمر رئيس جمهورية مصر العربية رئيس عبد الفتاح السيسي دعا رؤساء الدول والقادة والحكومات إلى المشاركة في مؤتمر التنفيذ بشرم الشيخ وهذه الدعوة تؤكد أهمية أن يقوم رؤساء العالم بالتنفيذ ويحاول كل القرارات التي تم اتخاذها بشأن التغير المناخي ويحاولونها إلى أفعال محسوسة من وجهة نظركم كيف يمكن أن يتم تقوية التنصيق والشراكات فيما يتعلق بالجانب المناخي والإنساني ومواجهة المخاطر المناخية على المستوى الإقليمي والدولي لأن يكون هناك نظرة شاملة في مواجهة المخاطر أولا من المهم أن ألقي الضوء على أن القب يحدث في مصر لذا فإنها يسمى القب الأفريقي وهذا مهم جدا للشأن الأفريقي وأيضا هذا شيء مهم بالنسبة لمصر التي تستطيع في هذا الحدث الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نوجه بها الأزمات هي الشراكات الشراكات في أنزمة الإنزال المبكر الشراكات والتمويل الشراكات والتنفيذ الشراكات وأن ينخرط كل أصحاب المصلحة حين نتعامل مع مصر فإننا نحتاج أن يكون هناك احترام للالتزامات الخاصة بالمناخ وأيضا نحن نتعامل باعتبارنا جزء من الاتحاد الأفريقي وجزء من الرؤون المتحدة والشراكة هي الطريقة الوحيد للحل كيف يمكن أن يزيادة ونشر أنزمة الإنزال المبكر حتى يستطيع أصحاب المصلحة لمستوى الإقليمي والدولي أن يتجنبوا أثار التغرير المناخي إذا ما رأيت كل الأزمات التي تواجهها أفريقيا تتمثل في الجفاف وكذلك الأعصير والفيضانات وجميعها لترقى لمشتوى الكوارث إذا ما كان هناك أنزمة إنزار مبكر بالطبع وهذا سوف يساعد على اتخاذ الإجراء المناسب إذن فإن أنزمة الإنزار المبكر مهمة جدا وضرورية جدا وكما قال السيدة الأمين العام للأمم المتحدة فإنها ستساعد في تقديم البيانات والمعلومات وتساعد الدول الأفريقية والحكومات على التوقع تلك المشكلات وتلك الكوارث من وجهة نظركم كيف ترى قضية القدرات وزيادة الموارد المرتبطة بالصمود وقدرات التكيف للمجتمعات المحلية أعتقد أن هذا يمثل صاميمة عملي نحن نعمل على مساعدة الدول الأفريقية على أن تخطط وتعمل وتستجيب نحن نحاول أن نساعد الدول أن تفهموا التعرض للأخطار الخاصة بالكوارث حتى تستطيع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفيما تعالج بالإعداد فإن الدول يجب أن يكون لديها تخطيط وبناء قدرات حتى تستجيب لتلك الكوارث والاستجابة يجب أن تكون سريعة وأيضا يجب أن يكون هناك تمويل يساعد المجتمعات التي تتأثر بالتغير المناخي إذن هذا هو كل الأمر الخاص بحماية حياة البشر والأسر وبصفة خاصة فيما يتعلق بالخسارة والضرر نعم الخسارة والضرر مهمان جدا ومرتبطان بقضية التغير المناخي ولهذا فأنا أشجع جدا القرارات وتلك الفرص التي موجودة هنا في شرم الشيخ لوجود تمويلات خاصة بالخسارة والضرر وتلك المبادرة في بلادكم ما هي الأمثلة الجيدة الخاصة بمشروعات التكيف المناخي التي تشارك في الاستدامة طويلة الأجل للمجتمعات المحلية أعتقد أن منظمتنا تهتم بهذا الأمر وبلادي تعتبر أحد الدول الأضافية للمتحدة بالطبع وبالتالي فإنما نحاول أن نفعله هو أن نتأكد أن الدول نفسها مرتبطة ومنخرضة في أن تعد نفسها لتجنب تلك الكوارث وبناء قدرات الدول الأعضاء أمر هام جدا ويجب أن لا يكون هناك تقدير لتلك المخاطر ونحن يجب أن نكون جزء من الحل وليس جزء من المشكلة كيف يمكن للتغير المناخي يساهم في مواجهة الحاجات المجتمع الدولي فيما يتعلق بالشباب والمرأة واهتمامنا الأثاثي أو اهتمامي أنا على الأقل هو أنه يجب احترام التمويل فإننا سيكون لدينا تحدي آخر وهو الوصول إلى تلك التمويلات إذن توفير الميزانيات أمر مهم جدا نتحدث عن الالتزامات والآليات التي يجب تسهيلها بشكل كبير وتبسيطها حتى نستطيع النصل إلى تلك التمويلات وتساعد أفريقيا ونحقق بها ما نطمح إليهم وفيما يتعلق بالقطاع الخاص ودور القطاع الخاص كيف يمكن أن ننوع المصادر الموارد وأن نشارك في مشروعات التكيف ما هي الأمثال الجيدة الخاصة بآليات التمويل فيما يتعلق بهذا الأمر القضية هنا في شرم الشيخ كما ذكرنا ليست قضية الحكومات لدينا القطاع الخاص ولدينا المنظمات الغير حكومية ولدينا أصحاب المصلحة إذن هذا لدينا حوار متعدد الأطراف وأعتقد أن في حالتنا فإن الطريقة التي نبتكر فيها حين نتحدث عن التمويل تتعلق بالدول الأعضاء وأيضا الأسواق وبالتالي حتى نستطيع أن نحشد العديد من الموارد ويكون لدى الحكومة موارد تساعدها على الاستجابة للكوارث القطاع الخاص عليه دور كبير يجب أن يلعبه ويجب أن نتأكد أنهم على الطاولة ويكونوا جزء من حل المشكلة وبالتالي هم عليهم دورا كبير يجب أن يلعبه وأيضا القطاع العام وكل الجانبين يجب أن يلعبوا دورهما وفيما أيضا يتعلق بالدور الذي تلعبه المنظمات الدولية وفيما يتعلق بالتبني المشكلات المتعلقة بالتبني القضايا المتعلقة بالأزمات والكوارث يجب أن تسمع كل الأصوات وهذا أمر مهم جدا وهنا في شرم الشيخ نجد أن هناك انخراط لكثير من الأفراد وأعتقد أنه من الأهمية بما كان إذا ما كنا نتحدث عن التمويل المناخي فإننا يجب أن نفهم ما يعنيه هذا الأمر ولهذا فإننا اهتمامنا الأساسي بهذا الأمر دعونا نأمل أن حين نصل إلى محلة التنفيذ فإننا تكون هناك أيضا المنظمات الدولية أيضا موجودة وبالتالي حتى نضمن أن لا يترك أحد خارج الركب أخيرا فإن المؤسسات المالية ما هي العوائق الأساسية التي تعيق الاستثمارات والتي تعيق الاستثمار في مجال التكنولوجيا والأمن المائي دعينا نقول أن هذا الأمر يؤثر على كثير من المؤسسات يجب لدينا البنك الدولي وبنك الأفريكي للإستراد والتصدير والعديد من المؤسسات المالية وهي التي تحشد الموارد ولذا يجب أن يتم تشجيعها على أن تنفرد فئة العملية ثانيا من المهم بما كان في أثناء التنفيذ أن يكون هناك دور للحوار والذي يتم نخلل حج تلك المساعدات وتلك التمويلات مرة أخرى أقول هناك تعاون متعدد الأطراف يجب أن يكون موجوداً ومن خلاله يشترك جميع الأطراف المنظمات تأتي في المنظمات دولية تأتي في المقدمة وكذلك الشركات الأفريقية لحتى نتأكد أن هناك تأثير على القرى الأفريقية السيد إبراهيم الشيخ ديانج مساعد سكرتير الأمم المتحدة أشكرك وساعدنا بلقائك في هذا اللقاء كان مصدر سعادة لي شكراً ومشاهدين ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في التوطيع الخاصة بكل الفعاليات لهذا المؤتمر الضخم مؤتمر قابتن تي سافن لتغير المناخ من مدينة شرم الشيخ ترجمة نانسي قنقر